تمام انت كنت تكلمت على موضوع الديفوهات يمكن قبل ما خش معك على الهواء قلتلي منتخب محترم جدا ولكن عنده اخطاء ولو شفنا الاخطاء ديت ممكن نستغلها بشكل كبير ان احنا نحرز هدف مبكر ايه المشكلة اللي عند المنتخب السنغالي انت شايف ايه المشكلة اللي عند المنتخب السنغالي على الرغم ان المنتخب السنغالي بيمتاز طبعا بالشراص الهجومية بتحرير الاطراف عنده يعني مفاتيح اللعب عنده من البكات اللي دايما بيزيدوا بيجناحه ويزيدوا في الاجناحة على الرغم من الديناميكية اللي بتحصل طبعا عندنا بو نصار في ناحية اليمين هنتكلم عن كل شكل دوت عندنا طبعا سيس واللعب الخطير من ناحية الشمال اللي بيزيد اللي بيغطيه طبعا مندي في نص الملعب ويعمل ديناميكية مع ادريسة في ناحية الشمال وساديو مانيه اهم الاخطاء التكتيكية اللي احنا نقدر نستغلها في ظل الشراسة اللجومية او زيادة الاطراف زي ما قلنا هي اللعب يعني لاحظنا حاجة مهمة جدا عملتها قدامهم غينيا الاستوائية وبوركي نفسه واحنا كان منتخب مصر في المباراة الاخيرة عملنا كذا هجمة كده هي اللعب في العمق اللعب في العمق والشورت باس بيورينا قد ايه احنا نقدر نبص مع ده اول مثال معنا امام ده كان غينيا الاستوائية استغلت غينيا الاستوائية اللعب من العمق على منتخب سنغال اللي يعني زي ما قلنا الصلابة الدفاعية عندهم نجم نابلي طبعا خلوبالي طبعا معاه عبدو ديالو نجم بارس سينجرمان بصك كابتناني احنا دايما العمق بيلعبه بشكل مكسف يعني تحسل فيه كسافة في العمق يعني انت بتكلم على تقريبا ست سبع لعيبة في العمق ولكن جزء دوت اتخلق فرصة للتزديد يعني اتلعبت غينيا الاستوائية لعبتها في العمق بشكل رائع جدا ضربت بي يعني احنا تكتل دفاعي كومباكت اللي عاملينه ومنتخب السنغال ست لعبينه اتلعبت في العمق بشكل احنا شايفينه خلت مهاجم غينيا الاستوائية في مواجهة المرمى اللي احنا شايفينه دوت بيأكد لنا بالحالات المتكررة دايما ان دايما استغل اللعب ببساط شورت باصس اللعب في العمق الكرات الكصيرة ده كان هدف هم استقبلوا هدفين هدف ده لقطة من ماتشينا ماتشينا مصر احنا عندنا مثالين في منتخب مصر لعبها طبعا النيني كالكورة طويلة لونج باس في ظهر سيس استغلت طبعا سرعات محمد صلاح تكملت الهجمة معنا يعني نكمل الهجمة شباب هنبدأ دي طبعا محمد صلاح وبياخد في طارق اسمية الكورة وصلت لصلاح صلاح طبعا قطع بمهارته في وسط يعني تكتل دفاع عليه يعني احنا عايزين نوقف بعد دي طبعا دي مهارة محمد صلاح هي الفئربي حتى كنت بتكلم لسه قبل ما تخش يا محمد كنت بتكلم مع عمر ان احنا عايزين نوصل صلاح للجزئية دي سعيد ان هو يكون قريب من جوة الثمانتاشر ومش هو اللي يعمل الاسست يعني نوصل محمد صلاح ان يكون عنده الفرصة ان هو اللي يسجل وديه الميزة كابتن هاني كابتن هاني احنا محمد صلاح بالتكتلات الدفاعية اللي بتبع عليه اكتر من اللاعب كلهم بيبصوا على محمد صلاح ده تدينا فرصة في تحرير لعبين تانين بص في المثال ده عمر مرموش لوحده تماما يعني وضارب الاوف سايد بواقع في مكان عشر عشر مضبوط تماما مصطفى يعني بيزيد طبعا السلية معاهم في اكتر من فرصة اكتر من حل كان ممكن يلعب محمد صلاح طبعا بالنجومية محمد صلاح والثقة العالية محمد صلاح شاط شاط اللي انا عايز اقوله من الصورة ديت او من الحالة ديت ان احنا نقدر نستغل اللعب في العمق البساط شوت باس ديت تودي اكتر من حل اكتر من اللعب في تجاه المعق هنا امام عشور نفس المثال اللي شفناه امام غينيا الاستوائية اللعب في العمق يعني اللعب في العمق ده يعني مع التكتل الدفاع القوي للسنغال شفنا امام عشور لامام محمد صلاح بدأ انه هو يستلم وحتبان معانا في الحالة اللي جاية ازاي انتخلق اكتر من مساحة ليه يعني تلات لعبين عندنا سواء هنا ممكن اي 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 الصورة دي اللي كانت طبعا محمد صلاح دخل امام اعتقد ده امام عشور امام رجاء استلم محمد صلاح كان الامام مع الهجمة السلم من محمد صلاح هنا في اكتر من حل هنا طبعا كان طبعا مهند مهند لاشين اعتقد كان 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 معانا اكتر من لاعب اكتر من لاعب عندنا من منتخب مصر في الصورة ده مروان يعني مروان هو اللي استلم الكورة دي هجمة مروان مروان استلم في العمق ايضا عنده مساحة وشاطة على فكرة وكانت فرصة محققة على مندي شالها بصعوبة كانت هجمة محققة تماما الفرص الكتيرة بهذا الشكل هو هنا طبعا عاد المروان متجاهه بالمرمى وسدد على الرغم من هو كان عنده اكتر من حل انه كان ممكن يجري اعتقد هنا في ناحية الشمال كان ممكن هو يفرد محمد انت بتكلم على عملية رغم ان فيه كسافة عددية للعيب السنغال الدفاعية لكن من خلال الكسافة العددية دي بيكون فيه مساحات يعني معظم اللعيبة بتغطي او محمد صلاح مضغوط بتلت اربع العيبة ده ممكن يخلق مساحات للعيبة تانية زي تريزيجية او مرموش او القادمون من الخلف زي عمر السلية انه يكون فيه تأثير ايجابي او انهاء الهجمة بشكل مباشر بكل تأكيد وده استغلال تماما عندهم بعض الدفاعات ده طبعا بوركينا فاسو ده الهدف اللي استقبلته طبعا استقبلوه منتخب السنغال من بوركينا فاسو عايزين نقول نفس الكلام في ظل تقدم الجناح او الباك الشمالي عندهم سيس الخطير اللي هنتفرج عليه برضو بالحالات استطاع طبعا هنا بوركينا فاسو انه تبني هجمة سريعة في مرتدة سريعة من ناحية اليمين من عند بوركينا فاسو او ناحية الشمال طبعا على سيس سيس هو جناح طائر هو مش باك شمالي بالزبط يعني ده نقطة القوة عندهم فكمل في الهجمة ده طبعا ده لعب بوركينا فاسو يعني مساحة واسعة جدا يعني استطاع لعب الجناح بوركينا فاسو انه يزيد يعني انكمل معنا عايز اكلمك في النقطة ده ده اللي وارد دوت لو قلبنا الصورة نقول ده ما اعتقدش لازم يكون محمد صلاح يخش الجوه عشان عمر كمالي هو اللي ياخد الجزئية دا وتكون الحركة سريعة ما نديش فرصة طبعا للباك الشمال وده دي المكية اللي بنشوفه ما بين هندرسون ما بين ارنولد وما بين محمد صلاح في ليفربول نفس الشكل لو رجعنا بالصورة اللي قابل كده طبعا هو خلاص خد خلاص هو خد المساحة عايزين نرجع عايزين نرجع للقابلها عايزين نرجع للقابلها حد بين لنا برضو صورة مهمة جدا ناحية اليمين اليمين او يمين منتخب سنغال باكي من الطاير برضو زي ما قلنا بو نصار لعب بار مونخ اللي بيزيد ايضا زي وزي السيس في نفسه لو احنا لاحظنا هنا كان عنده اكثر من حل يعني كان ممكن طاير لعب بوركي نفسه من ناحية اليمين نتكلم استغلال المساحات اللي وراء الباكين اللي بيتيروا اذا كان باكيمين او باكشمير ان احنا نستغل سرعات الباكين سرعات محمد صلاح مرموش لو ترزجين موجود ان احنا يبقى لعبنا على نقاط او على المساحة اللي وراء الباكين باكين بكل تأكيد ده من اهم نقاط الضعف اللي نقدر نستغلها بشكل كويس جدا مع امام السنغال طبعا هدف بوركي نفسه احنا لو هنكمل في الحالات عندنا هنشوف طبعا امثلة كتير مكررة يعني عايزين نقول ان غينيا الاستوائية بوركي نفسه فعلا قدروا ان هما يحرجوا السنغال على الرغم من خسارة وعملوا هجمات طبعا ترجمة الهدف عملوا هجمات خطيرة جدا من ناحية مين وشمير طب دي مباراتنا امام المنتخب السنغالي طبعا كان المكورة في نص الملعب انني بدأ الهجمة من هنا اللي احنا عايزين نقوله استغلال الاطراف هنا الطرف اليمين اللي هو بونصار في غياب بونصار والسرعة في الهجمة المرتدة والارتداد هنا كان تريزي جيه واقف له احده تماما ناحية اليمين او يمين السنغال اللي نكمل الهجمة طبعا بدأها انني بشكل رائع جدا نزل تريزي جيه وعايزين نشوف فاتوح هنا كابتن هاني يعني الفاتوح ليس سوارا فاتوح هو اللي هيكمل يعني بالدين المكان هو طبعا موقفه صحي جدا فاتوحة وممكن نكون كمان متقدم شوي على المسافة ما بينه مش كبيرة اول لكن تقدم فاتوح وده مميز فاتوح بسرعة في الحالة اللي جميلة يعني بالضبط زيادة فاتوح دائما بشكل خطورة تماما وده اللي نقدر نستغله على بونصار في مباراة غدا زيادة فاتوح ان هو عمل طبعا الكروس العالي على طبعا مروان ولكن يعني حنشوف مروان ما استغلهاش بالكوة وعدلة وشه على المرمى وضعت الهجمة ديت كانت هجمة ايضا مؤكدة على السنغال ده برضو من الامثال المقررة اللي بتقرينا باستغلال مساحات خلف الباكات اللي بتطير او الوينجباز هنا نفس المثال هم عندهم نقطة قوة زي ما نتكلم برضو عندهم الباكات اللي بنحكي عليها هنا نفس الهجمة من ناحية اليمين هنوري برضو مع بعض ازاي يشتغلوها ازاي عملوها على منتخب مصر من ناحية اليمين هجمة برضو من نص الملعب احنا التمركزات عندنا يعني ما كانتش افضل شيء في هذه اللقطة ديت يعني في الهجمة ديت نزل للعب طبعا ابو نصار هنا اسماعيل صار في ناحية اليمين استلم الكورة بصة كابتن هاني نفس اللعب يعني احنا بكمل هو اللي كمل على هجمة وعمل السرعات بكل تأكيد رمه له فيه طبعا المساحة راحت ويعني عمل العرضية وطبعا شلها طبعا محمد دابو جابل شل طبعا ثمان كور او ثمان فرص حقيقية شلوا محمد دابو جابل ما دي بقى الفكرة برضو ان احنا التمركز لازم يكون تمركز عميق شوية المنتخب السنغالي عنده سرعات زي ما بنتكلم ان عنده دفوع في الحالة الدفعية او لو الباكين بيهاجموا عندهم ديلي شوية في الرجوع فهم كمان عندهم ميزة ان الباك اليمين بيشكل خطورة كبيرة جدا الباك الشمال بيسجل خطورة كبيرة جدا فالتمركز الدفاعي لازم يكون بشكل افضل واسرع من كده بكل تأكيد يعني الهاجمة طبعا ارتدت طبعا هو طبعا كان رحلها ساديو مانيو بامب ديانج دوت في الاخر بامب ديانج هو خد الشكل بامب ديانج برضو لعيب مميز جدا يعني نزل كبديل اعتقد نزل كبديل بكل تأكيد نزل كبديل لكابتن هاني بالحسات والارقام شط اربع تزديدات على المرمى تلاتة منهم اون تارجت تلاتة منهم اون تارجت من الاربع شاله طبعا ابو جبل عمل شكل خطور قلب طبعا موازين فريس غالي وكمل معهم الشراسة الهجومية بشكل تأكيد ما كانش موفق بالتالي كمان الرقم انت بتقوله انه هو يعني شاط اربع 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 كرات ما بينهم تلاتة ما بين القامة العرضة وبالتالي مؤثر طبعا وده يعنعكس ان احنا لازم نعمل حسابنا ان يكون فيه بلوك كويس من مدافعين ويكون حارس المرمى بكل تأكيد والاربع كرات دايما كانت برضو بديه تكملة من ناحية الشمال مع سيس وبدأ يقطب ده بقى انتورتنا ناحية اليمين كمان دلوقتي ناحية الشمال سيس ده الجناح الطاير زي ما اقول الباكات دايما سيس بيكمل في الهجمات بيلعب من وراء طبعا هنا ساديو مانيه بيديله مساحة بيخش الجو وده اللي احنا عايزين نقوله يعني عايزين نقف هنا كابتن هاني لو تسمحلي ده اللي عايزين نقوله مع محمد صلاح يعني انا تمنى ان احنا نقدر نستغل الفرصة او الشكل اللي كان بيعمله ساديو مانيه مع الدينماكية اللي بيعملها مع سيس لان ساديو مانيه بيخترته عليه لعب او اتنين فبيفضل مساحة لسيس نواية قدم او مندي من نص الملعب ده موقف ساديو مانيه وطبعا الباكة الشمال وبيخش واحد معها نفس الكلام انت بتقول عليه محمد صلاح بيعملها في ليفر بول بيخش الجوه ارنولد بيطير في الحتة دي هندرسون بيكمل جوتا بينزله او ساديو مانيه بيفتحله او دياز نفس الكلام هنا طبعا كان عنده الفرصة والمساحة هنا بقى خلينا وقفين عندي دي ده اخطر موقف ليه لان موقف واحد على واحد دايما بيكون وخاصة لو المهاجم عنده مهارات وعنده سرعة بيكون موقف صعب جدا جدا للمدافع وبالتالي لازم يكون دايما خاصة على اطراف لو ناحية اليمين او الشمال لو هما اتنين يبقى فيه ثلاثة على اتنين لازم يكون فيه تغطية في الجزئية دي وانا عايز احقيقي هنا طبعا امام عشور بالارقام برضو في المواجهات السنائية سبع مواجهات سنائية كسم منهم ستة من سبعة في المواجهات السنائية ده بيدل قوة امام عشور كان يعني قام بدور كبير جدا رغم ان هو اول مشاركة له في البطول عايز اقول برضو حاجة مهمة جدا يعني رقميا ترجمة التاكتك اللي عملته السنغال انهما صنعوا 23 فرصة للتسجيل في بطولة امام افريقيا الاخيرة عايز اقول حضرتك منهم 15 فرصة يعني تقريبا فوق 65% 15 فرصة من ناحية الشمال من ناحية سيس ومن ناحية ميديو ده طبعا رقم كبير وطبعا احنا كل اسباب بنا استمتع بصراحة بيك محمد وتحليلاتك الرائعة وزي ما انت بتقول منتخب قوي ولكن احنا عندنا القدرة عندنا المرونة التاكتكية وعندنا الافراد وعندنا الطموح والروح ان احنا ان شاء الله نفوز بهذه المباراة اشتركوا في القناة